وائل سوها النصدق بداية عيد جد اليوم بالمود وائل وائل كلش بالمود طبعا اليوم اليوم ايضا ضيفة جدا مميزة بلشت رحلتها من مدة قصيرة الا انها قدرت ان تحكس شغفها وحبها للفن والاعمال اليدوية بطريقة جديدة وحلوة وكلها حيوية والوان اليوم رح نتعرف على جمانة زغمود رح نتعرف على اداعاتها بمجالها وكيف انها قدرت توصل لقلوب كل الناس من خلال هاي الاطاع الاكتر مدائع ايسا صباحي كل عام انت بقى الفخير صباح الخير وانتو بخير يا رب اهلا وسحة اهلا بيت جمالة من وراتنا صراحة انت اول ما دخلت علينا حسيت الصدمة انو احنا دنشوف اشياء فعلا مو مطروقة من قبل افكار حلوة الوان حلوة اقد اعرف من وين اجت الفكرة لهذا المشهور هلا الصراحة وقت الكورونا ضلينا كلنا قاعدين بالبيت ومحشورين انا من نوع المبعرف اقعد لازم اضل اشتغل ما عليهم اشي فاجت عبالي الفكرة انو ليه ما ارسم عليهم وبلشت فبلشت ارسم وببعت لليجروبات طبعا صاحباتي وهيك فانو الكل شجع انو يلا انو كتير حلو وجوزي بعد ما رسمت اكتر مشغلة انو شو رايك نعمل صفحة انا كنت متردد اوليتها بعدين قلنا يلا بنمشي والكل اللي شار صراحة كتير كتير كان في اقبال شديد على هذا الموضوع حال كتير طيب تماما انا كان لك انت عالفن من قبل لك عالرسم يعني ماخد تورات احكي لنا اكتر يعني كيف انو انت اصلا كان عندك الموضوع وبعدين لما قررت انك انت طبقية على هاي الاطاعة هلا انا منو انا صغيرة بحب ارسم دائما يعني كنت مرات افوز بجوائز رسم حل في عندنا ماما كمان كانت تشتغل زمان اعمال يدوية يعني في اشي موجود بالبيت بعدين انا بحب كتير الالوان يعني دائما بيتي مميز انو كلهم لون دائما بحب هيك اعطي لمسة للاشي مش انو يكون يعني يا سخون لازم ارسم عليهم او ازينهم كاسات بحب اعمل سناسل خلق يعني كل شي بحب خلاص اشتغله بايدي حتى الاضافر اه كلهم بحب الاضافر لازم يكونوا دائما دائما بحب شكل و يعني كلهم بحب دائما هك بلايز عاد فترة كمان ارسمع بلايز زينها حلو اذا عندي جينزات في البيت ممكن خلاص اي اشي شعري انا دائما شعري كلهم لون يعني ما بحب لون واحد كل الالوان بحب بحب طيب اليوم كشخص دارس تربية الطفل هل هذا الموضوع اثر على فن شغفت شوي؟ هو ما اثر بس انا اللي بشتغل 24 سنة مع الولاد الصغار مع عمر ثلاث سنين بس من طريقة لبسي وهيك بحسوا الواني وهيك الولاد كثير بحبوني بس انا بالمدرسة كمان ببديع يعني كل وحدة كل زينة يعني لازم احط المسة بالظبط اللمسة تبقتي حلو طب جمال اليوم انتي احنا شفنا كثير كمان ناس بالكورونا بلشوا بمشاريعهم الحمد لله انطلقت امورهم تمام وكثير ناس خافوا حسوا ان في قدامهم حواجز حسوا انه صعب هذا الموضوع انه يمشي فاليوم شو نصيحتك لهدول الاشخاص اللي اليوم عم بحضر روج مانا بعد ما بلشت من الكورونا بعد ما بلشت كمان شغلي كانت عم بعملها لالها ولكن يعني خلص ربنا فتح لها الابواب انها تستمر بهذا الموضوع شو نصيحتك لهدول الاشخاص شو بتحب تحكي لهم نصيحتي انه كل حدا يضله يعني يطلع من القوقع اللي هو فيها صراحة ما بحضر يعني مو حلو تضلك انت خايف لانه الناس راح تحب اللي انت بتعمله هذا اشي جويتك والواحد اللي بحب الاشي بصير يعمله احلى واحلى صحيح فالناس بشوفوه يعني الناس تنصد المرات من الاشياء اللي هو بعملها هو يعني خلص بصير الشغلة انه عادي بالنسبة له بس الناس كلها بتشوفها انه واو فلا بحكي للكول بنصحهم انه ما يخافوا ويتجرؤوا وينطلقوا هي هاي ممكن نقطة كتير مهمة انه في ناس كتير بعمل اشي انا واحد منهم بحس حالي انه بكون بعمل اشي بيكون كتير بالنسبة له خاصة بالضبط يعني مش انه اشي كتير فضيع ولكن بشوف ردود الافعال بتكون لقيلو مختلفة بالضبط فهو هذا هون الموضوع انه انا هيك بعدين الفكرة بتجيني يعني انا هلا الرسمات ممكن اشوف اي رسمة قدامي بس ما بتضلها نفس الرسمة يعني انا بجيب الكلف تبعوني بجيب امايش خلص بضلني بنفس القعدة يعني كله حوالي خلص بنفس اللحظة كله بحطه ولازم يعني ما بعد خلص بيكون في اشي بالي انه لازم يطلع كتير حلو بشيله بحط وها دعب لما تطلع الرسمة خلص انه انت تكون راضي عنه بالضبط انا يكون راضي عنه يعني اش قد موهم انه كون اكو اشخاص حوالينا يدعمونا حتى نبدأ بمشاريعنا او نوسع مشاريعنا ولو لو وجودهم هن راح نبقى احنا بنفس العطاء صراحة زوجي كتير ساعدني ليش لانه فهو بروح بيجيب اغلبية الاشياء يعني مو انا خلص صار يعرف التجار يعرف من وين يجيب الاشياء المنيحة من وين مصدرها اسعار منيحة عشان نقدر نشتغل كمان انا ما بقدر الفلف كل هذا اللفلف يعني هو صراحة كتير دعمني بهذا الموضوع يعني الحمد الله اولادي ازا بكون تعبانة ممكن اعطي بنتي كتير باركن عليها بتحب الفن كتير حلو بنتي بترسم كمان اه فبتبق يعني ماما لونيلي هاد ساعديني بهاد اه اه اعساس انه نخلص الاشياء بالزات ازا كان عندي أوردر والطلبيات حبيت يعني فاميلي بيزنس بحس بكل حياتي بحس الكل بعدين لما يفوتوا بالموضوع بحسوا بالمسئولية اتشاه هذا الموضوع هذا اشي كتير حلو هلا كمان عملنا كمان اشي بعيد الام كتير الناس حبو انه صار كستمايت حلو انه كل واحدة تبعتلي صورة التيتا مع الاحفاد نحاول ارسوم اشي شبيه يعني كاركتر شبيه للون الشعار للون الاحجام وصننا نعمل اشي كاستمايز والكل كتير حبو نكتب احلى تيتا بالعالم احلى ماما بالعالم حينا احنا عم نشوف هلا تقريبا بعض القطع كمان بالصور عم نشوف يعني قطع يعني منها الاشكال الوجوه يعني البرتايز والاشكال التانية اللي هي ورود واشكال تانية هاي ازرار اه بالضبط يعني عم نشوف في كتير افكار كمان جمان طب جمانة يعني انتي عم تتميزي بهاي الافكار وبهاي الاطاع خلينا نحكي عن الاطاع الاكتر يعني طلب عم بيكون عليها شو هي هلا الاكتر طلب عم بيكون على الاووير لانه فكرة غريبة والناس بالصيف بتحب تزين يعني لجنينة تبعتها فيه ناس كتير اخدوا للبرك تبعونهم ووقت الكورونا كمان السنة الماضية ما كان فيه طلعات فالناس تيجي عبيت صاحباتها باشي كتير قليل فيكونوا شايفين هاي الزينة تعطيهم روح بعد ما صراحة الكورونا يعني مية مية هلا لدفوف جديد بلشت فيهم بس حبيت فكرة الكلام اللي عم بحطه عليهم وفيه ناس تشخي مني وبتقولي شو رأيك تحطي هاي مثلا الجملة يعني هم كمان صاروا يعطونا ذات افكار يمكن انا هو اللي اريد انتقل الى موضوع اللي تفوف يعني فكرة كلش غريبة اريد اعرف من وين اجت يعني ميش اختلاتي الدف بالذات انا ترسمين عليه هلا شوفي لو جبتي مثلا هيك خشبة عادية علا اتيها بالبيت يعني اشي عادي رح يضل او جبتي لوحة رسمتي عليها الكل عم برسم على لوحة بس ما ترسمي على الدف هو الدف اصلا بعطيك حياة وطاقة اصلا لحاله صحيح وحتى منظروا البيت لما بتعلق سواء على اتيه على حيث خارجي او حيث داخلي هاي الفكرة ان هو يتعلق عني بالظبط نما شفت انه مو بس الاستخدام احنا مرح نقعد نطب الاربع حين اه لا لا انتي ممكن تعالقيه مثلا حتى العيادات ممكن تحطي له بوتوكس او فلر مثلا ان تحطوه على باب العيادة هاي الفكار رزيزة صراحة هاي فكتير افكار حلوة انه الواحد يعملها وبترسمي عليهم ايش ما بدك طيب تخيلت جمانا انتي بعد ما عملتي اول خطوة اللي كانت المفروض للك اللي هي ترسمي على القواوير اللي كنتي جاي بيتهم وقت الكورونا تخيلت انه عنجد تتوسع كل هاي الافكار معاك ويصير فيها الاد افكار ما الها نهاية انا مشكلتي انه كتير في عندي افكار حتى جوزي بضلوا لي مشان الله شوي شوي يعني حددي بقول له ما بقدر حتى وقت الكورونا شو عملت كمان جبت امايش من بره وصيتهم وقلت الام والولد دائما قاعدين بالبيت ما عم بطلعو فبحبوا يشتغلو فعملت مريل كمان الام والولد نفس المريول والام والبنت نفس المريول بس كل الامايش كانت غريبة يعني جبتها من بره مش من هون لك عالي خياطة كمان لا ما بخيط بس بودي عالي خياطة هاي كمان كانت فكرة عملت بلايز بقلتلك رسمت عليهم كان كتير حلو الفكرة عملت جديد عملت الشوزز سنسال بس هو مش خلخال هو بتعلق على الشوز اه حلو اه كمان هذا اش جديد صراحة كل ما بتخطر عبالي فكرة يعني دغري برخ الهز عملت جديد كمان ما بارف اذا راح تشوفوهم صحون الفخار كتبت عليهم فتة حمص فلافل مع رسم اه كان كتير حلو كمان طب ما بتروح عنهم الالوان لا احنا مجيب الالوان ثابتة وكمان مندهن فوق الالوان مادة حماية طب شل اكتر القطع اللي تحسين انه الناس اقبلوا عليها وحبوها ويمكن يحضوا منادها اكتر من قطعة ايضا الا الاويري كتير حبوهم برضو هدول صحون الفخار حسوهم فكرة جديدة لما تكون عندك عزومة حاط كل فخار كل ملون وكل عليه كتبات لبنة جبنة حمص فلافل يعني كله كان طاولة كثير الناس حبت الفكرة وحكتلي انها مش موجودة يعني تحسين انه جد مثلا اذا رايح البيت احد او زيارة او غيرة تاخليها هدية تحسين بها مشاعر هي هاي كتير الناس عم تطلب مني هدايا صراحة باوقات بيحكوا معي انه هلأ بدي هدية هلأ انا مو داما متوفر عندي يعني انا بحب يكون في أوردر قبل لانه انا مثلا فكرة خلاص هلأ بتخطر عبالي بعبرها اه بس بتسير لما بشوفوا الاطعة الحلوية عم بتروح من عندي فما بيضل فبتيجي بتروح مشوارها انه هلأ حضريني طعب قولها هلأ مو موجود انه مثلا لازم قبل بيوم اه بده قبل بوعد مش كتير وقت باخد مني لانه بحب الشغلة خلاص يعني دوري فبتيمشي عالسرية اه اه عالسرية طيب جمعنا يمكن في اطعب منحس انه مش دائما متوفرة او مو دائما موجودة قلت لي انت هاي ماكا مش شغلتك شغلت زوجك كولي برحبا منها لا لا بصبارة بظلوا يدور كتير عم بيلاقي عم بقدر انه يلاقي يطلع بالاطعة عنا المشكلة كمان فيه شغلة انه بيغلوا بيصيروا لما يشوف انه حدا انه بده الاطعة وجاي لطلب معين بيصيروا يغلوا يعني هذا الاشي يؤديه فيه صعوبات مثلا عانيتوا منها بهذه الموضوع صراحة هذا الشغلة مش كتير عنينا منو عم بيكونوا متعاونين التجار الحمدلله لانو عم بعرفوا شغل يعني لما بعرفوا انو شغل بعرفوا انو انا مثلا كمان بدي اربح هما كمان دومير يعرفتي لما بصير شغلة شغل بتصير غير عن ما تشبيه شيء هلا الالوان صراحة مع غلى الاسعار عم بتكون غالية لا تدريش تجي بي اي نوع الوان بديك نوع الوان ميع عشان بطلال بالنسبة للمشاريع المستقبلية هل اكو بعض الافكار ممكن بالمستقبل تنظاف هل انفكرة تفتحين مكان خاص يكون بمشروع جمانة ارتس او شن الاشياء اللي حابة انفكرة تقبل صراحة كتير فكرت وحكوا معي كتير ناس يدعموني بمشاريع بس ترددت يعني هاي الفكرة انك تفتحي محل لازم تكوني متفرغة بالكامل انا هلأ عم بشتغل الصبح فترة الصبح معلمة انا معلمة بروضة ففترة الصبح دائما مشغولة وبعض الظهر برسم وبتسلب هذا الشغل فحسيت انه فكرة محل رح تكون لسه هلأ بكير عليها طيب شو في افكار يمكن جديدة عم تفكري انك تطرحيها غير السنسيل التبعة الاحذية شو في كمان افكار تانية عم تفكري تطرحيها افكار صراحة هدول الموجودين بس انا ممكن بأي لحظة تطلع معاك فكرة يعني ممكن هيك فكرة بتيجي وخلص يعني بسير اني بدي اطبقها يعني ما بستنى دغري بروح حتى لو بشري اشياء بسيطة بالبيت دغري بطبقها عبل ما انه انتوسع طيب شنون هذه القطع ممكن احنا نسقها عدنا بالبيتش ما تطلع بمنظر انه هي الوان فيها هواية فممكن ان نسقناها بطريقة خاطئة تمين مثل خبصة او هوسة مثل ما نقول فشنون ممكن ان رهمها او نسقها بطريقة تكون حلوة ومريحة شوفي ولا يمكن تكون مش بمكان هليش لانه هي عن جد بطاطي روح يعني انت هيك حطيها بس هيك قدامك حطي معها زريعة خلص خلص يعني كل القاعد بس هيك بغي تغزل بي بتغزل فيها مش شك لانه هي طاطي روح للمكان مرات المكان بيكون جامد ما فيه يعني انا بحس خلص لازم يكون فيه روح بالبيت بالالوان مية بالمية يعني انا لسه كمان عم بحكي قبل ما نطلع الحلقة ونطلع الفقرة انا عم بقول انه هلأ جمانا بس طلع من عنا يعني الالوان راح تروح ورح يرجع هيك شوي فاضل لستوديو فاجد هي القطعة لحالها يعني بتحسيها عن جد عاملة جو وعاملة يعني عاملة هيك خلص حركة بالمكان كمان طيب جمانا جرأ هاي الالوان صراحة يعني جرأ جرأ يعني انا عم بشوف انه انتي عم تتجرأ بانك تحطي كل الالوان الرينبو مع بعض فاحكيلي يعني او عادي انت من زماندي انا جريئة انت من زماندي انا جريئة انه هاي المرأة او جال لا 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 انا انا مفرق عندي اشيء اذا مثلا ممكن اصائري هيك الناس قول لي ايش بقولهم عادي بتطول بالزبط ايش ما بحط الوان يعني ما بفرق عندي انا بروح بقول لهم انت ما بفرق عندي دائماً لبسي ألوان 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 فبحكي يعني أنا الناس اللي هيكا جاب دعوا كلاسيك بقولهم كيف يعني بدكم روح بدك حيالة يعني لازم يكون إيش بالبيت لو بالمطبخ يعني مرات ما بيحبوا بالصالون ولا بالقعدة بحطوه بالمطبخ يعني روحت عند شترت مني هيكا بالمطبخ أطيطوا إنه أحلى ماما بالعالم مثلا أو سوپر ماما ايك مع نفة كتير حلوين هلأ جديد كمان عم بعمل هون فيه كف بلزق عليه خرز كله خرز بلزقها واحدة بوحدة فكمان هاي كمان انطلبت مني وفيه ناس أعطوني أفكار يعني والزباين أتما بيحبوا الشغل بقولوا لي شو رأيك مثلا أنت عملي هيك أو أنه أنا حابب هيك وكله من طبق ويتصدقك وصالك وما الأفكار ما بينش بين الدماء طبعا الكف أيضاً مبيز أنا شايفة كتير حلوة صراحة الكف جداً رائع مميز جداً طب اليوم لو الأشخاص اللي يقتنون هذه القطع أكيد راح يفكرون بموضوع العناية بيها وهل ممكن أنه إذا وصلها مي وإذا وصلها ما إلى ذلك من شو ممكن نعتنون بيها بأفضل طريقة هلأ دائماً إحنا مننبههم إذا بدكم تحطوا قطعة خارجية يعني لإماش بدكم تديروا بالكم بالذات عشان المي هلأ كغبرة عادي بتمسحي بأيفوطة المي أنا دائماً بنصحهم صراحة كأوار ما تزرعوا يعني ما تحطوا كل تراب فيه يعني جيبوا القوار مع النبتة وحطوه جوه وحطوه جوه وأساس أنه هذا القوار بالشي تحبيت تفوته جوه مثلاً هو خلص موجود وما رح يصير عليه مية بالمية بس إحنا كمان منحط مادة حماية أساس الألوان تضلها ثابتة مية بالمية طيب يعني اليوم إحنا تعرفنا على شخصية جداً رائعة صراحة جمانا تعرفنا على إطاع أكتر من رائعة وعلى كمان شغف يعني هذا الإشي اللي أنا بحب دايماً يوصل للمشاهدين أنه يعرف وأدي الناس طموحة تقدر إنها توصل يعني للأمور اللي بدها إياها حتى لو كان يمكن فيه مستحلات أو شوية صعوبات فجمان أنتي كنتي خير مثال على هذا الموضوع تسلموا يا رب وأنا صراحة وقت الكورونا كمان هلأ عم بشوف كتير مشاريع يعني كتير فيه مشاريع حلوة أنا كمان عم بحط شغلاتي بمحل عم بشوف قديش فيه ناس عم بتحط أشياء عن جد رائعة يعني عن جد الله يوفق الكل ومبسوطة كمان أني أنا جيت هون وحكيت بها وأحنا صراحة كل الشي سعيدين بيوجودت فينا اليوم يعني كانت فرصة رائعة نتحدث عن هذا المشروع الجميل جداً أولة منالج كل التوفيق وأكيد أنا متأكدة بالمستقبل ستكون أكو أشياء رائعة إن شاء الله يا رب شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة